السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنستمر لان تقتع التشجيل سنستمر في هذا الخارج السلم الان لا تنسوا بارتاج وعلى المتاق نوازح حتى تعوم الفائدة انتداد للفيديو سنكمل كما قلت درجة الجديدة اللي كانت اللي بقيت حتى الجوب اقول لك الاتفاق 26 بقيت حلمو تا استفاق هوتها 96 فاتعه خوش ب 96 راته ومطبقوش 96 فاتخوش تقول لك ترقية ستنائية تتبدأ من 1 سبعة 96 ونحن كنا ضحايا لان ونحن كنا بدأوا في 96 طرقية استثنائية ونحن كنا ونحن كنا ونحن كنا رغم أن رغم أن 95 كان خصنا ندخل إلى التاسع بحال بحال ونحن كنا ونحن كنا ونحن كنا جميع القطور أخرى فيجد متضررة ونقول لكم كيف إذا احنا نحن كندس نجل في 96 ونحن كنا ندخل إلى ١٠٠ ستباق الترقية الستنائية مهندسي المالية المكر ونحن كنا ندخل إلى 96 نحن كنا دعونا في 97 ونحن كنا تفعلوا هذا اتفاق ونحن كنا ونحن كنا في نحن كنا في 2014 ونحن كنا وفي ألفين نظام أساسي 2003 لكي يفكوا الحصالات السلم التاسع اعتمدوا المادة 112 تقيدنا بها لأزيد من ثلاث سنوات ترقية استثنائية في حدود أربع سنوات من ألفين وثلاثة ألفين وثلاثة ألفين وسبعة خاص يكون مفعول مالي لتات السنين والمناصر المالية دينا تحدث تفتحوا بابا الطرقي للسلم الحاضي عشر ليهرفوا علينا هنا في ألفين وثلاثة في كل نظام أساسي تهرفوا نظام أساسي تهرفوا هم اللونين يشدوا العاشر نظام ألفين وثلاثة هم اللونين يشدوا الحضاعش النظام ديال الفين وثلاثة وعشرين هم اللونين يشدوا خارج السلم قال لي غرف المخيلة دياله ما بقاش نظام أساسي ما بقاش في خارج السلم نتقيدوا بالمادة 112 ترقية استثنائية والاستثنائية يعطي الجميع القوان الجاربية على العامل وانتقاعدوا وديروا فينا الكوطة ومتقاعدين يتدوزوا بالكوطة وكل شيء هذا الام وانتقاعدوا بالتاسع حقنا ويخرروا عنه ونقولك ما تتسير سير المحكمة الإدارية حنا النقابات الرادية ويدافعوا علينا عنا حنا اللي نديروا التنسيقيات وما يدافعوا علينا وانتو مقلكم الله سير نقابة سير رجري طوالك وكين الناس مساكن اللي يضاعوا لهم حقوا التوحى محرك ساكين وما غد انتفاكش معاكم نهائيا هادو اللي هارفو اللي جيين دروكاتي هارفو بخارج السلام هاد ربعا ديال هيئات ربعا ديال هيئات اللي دوزوهم خارج السلام وما كينتا خارج السلام دوزوهم بالحيال المعكر الى آخره ما هو المعكر اللي دير؟ كل من يتوقف المسار المياني دياله في السلام الحادي عشر وهل إحداث الدرجة الممتازة هدا هو المعيار دياله داخل الوظيف العمومية؟ هذا قرار مجانب للصواب وطعن في طعن في المعايير الموجودة بالنسبة لإحداث الدرجة الممتازة في النظام الأساسي ديال الوظيفة العمومية الدرجة الممتازة لا تحدث إلا لمن المسار المياني دياله محدود في طرقية أو طرقيته فلا يعقل كل المرقعة مرة لا يستفد وهذا المرقعة مرة كل ثلاثة يعود يستفد من الدرجة الممتازة كما قالوا له ذلك سحايا النظامين الفالسي في سرقة الطرقيات مرقعة ثلاثة مرة تردو ضحية النظامين اللي عملك حل ودوزوه للحضاعش وهو سرقنا لناحدة طرقية من ألف وثلاثة إلى ألف وعشره ووتيح صد والتراغة اللي عنده موجة خالته في الأساس عنده شي واحد من يدير له يتبنى له الملفات والصفقات والهم لكحل ويديروا الخرجة من تخرج وحنا تقيدنا ثلاثة سنين وحنا نتقيده بقي نخدامين معنا رابطة وظيفية وحدة المناصب المالية ديالنا يدوها لنهد الهرافة اللي هارفه الآن للخارج السلام واللي يبقى يدوها الهرافة اللي هارفه كان حي النظامين في 2019 مرتبون في التاسع من خمسة في السابع ما عندهم نيفو باع كل تحت يمرتبين من 72 إلى 73 سعيد السابع ايضا دفاق ديال 23 من قللك الدرجة الجديدة كان عارف بأن النظام الاساسي خاصة يتنزل في 2014 وعارفين سيبدأوا الإجازة سيوضفوا بالإجازة ويعينوا بال10 الابتدائي فيه الابتدائي في درجة وحدة فيها يعني في 11 فقط والبلفون سيجدون درجة ممتازة إذن هذا هو السبب علش مغوي يحطوا الدرجة الممتازة ماشي اللي مرقي ثلاثة المرات والأربعة هذا كراماتي الثالث نهائيا وهذا خرق سافر للقانون الجاري به العمل داخل الوظيفة العمومية وإلى الآن فأي واحد تتوقف مسار المهاني دياله في السلم الحاضي عشر يجدون 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 الدرجة الممتازة أي موظف كما بغي يكون مسار المهاني دياله موقف يعني محدود في السلم الحاضي عشر يجدون بعد استفاء الشروط والتقييد بعد خمس سنوات والرتبة السابعة منحققوا باش يجدون الدرجة الممتازة لا يجدون لا يجدون وزارة التربية الوطنية كل الوظيفة العمومية ماذا تتمقلزوا؟ تتمقلزوا سحاب العاشر العاشر إذا تفهمنا الدرجة الممتازة تحدث هذه الدرجة الجديدة كانوا يتعنون بالدرجة الممتازة والدرجة الإثنائية بالنسبة للدرجة الممتازة تتوقف للمرقية مرة أو جوج ووقف في السلم الحاضي عشر يدوز للدرجة الممتازة للمرقية مرة أو مرتين وتتوقف المسار المهاني في الدرجة الممتازة تحدث لدرجة استثنائية هذه هي المفهوم الدرجة الجديدة في 2011 وبأن النظام الأساسي كانوا يريد ينزلوا في 2014 وحتى إصلاح الطاقة ينزلوا في 2014 يدالي على ذلك أن التوصيات كملات سناديق الطاقة في 2013 والنظام الأساسي كانوا يكمل في 2014 ولكن إصلاح منظومة التعليم المطاق الرؤية العشارية من 2000 إلى 2010 والمخطة الاستعجالي اللي جاء من 2009 سباكينا رمقوا يقرقوا يترقيها من 2009 إلى 2012 داروا ليه لهفو لهفا ربعمياق وربعالاف وثلثميات مليار لهفوها مصالح وتعليم مرقى وناس يعني ما الحلوميل فات مصالح وتعليم وجايت تت تقول لي الدراجة الجديدة 26 إبريل تشترى أو دلشو واحد ما فاهمش أما هاد الفئات اللي دوزوهم من ربعه الدرجة الممتازة بتتعليهم مش الدرجة الممتازة لا تتوفر فيهم الشروط والمعايير التي على أساسها يستفيد المعنى بالأمر من الدرجة الممتازة في حين نحن وضفنا بالسلمي الثامن ومن الثامن لتاس عدد نبر 14 سنة في الوقت 95 أي واحد عنده الباكالوريا وعنده نفس المعايير لعلى أساسها تم استدراك الفوجين 93-94 وهي الباكالوريا وتخرج بالتامن تعينه في التاسع تدار من 95 كان جامع الأفواج من 1980 تل 86 لعدهم باكالوريتهم ونفس الشروط ومخرجين بالتامن و2014 لو يستفيد من المادة 115 مكرسة مرات وتم الأحول للسنوات التي تغطي الفترة الفاصلة بين تاريخ التفظيف التعيين في الدامن وتاريخ التعيين في التاسع لم يقدروا تطبقوها وستثنوا الأفواج الـ80 لأنه لم تردوا تطبقوها نحن هذه الساعة لدينا 12 سنة لا يمكن إذن فترة الفوجين لأنه لديه 6 شهر لديه عام ونص إذن تم تطرقه لديه المصمار والتي تابع التاسع ولم يستفيد من المادة مياء وخمسة عشر مكرر ثمان مرات التي لا تعنيه في حين أنا المرسوم يقصي ويستثني أي أي واحد يستفيد من السنوات الاعتبارية ما عندوش الحق باش يستفيد من المادة دمياء وخمسة عشر ما عندوش الحق باش يستفيد من المادة دمياء وخمسة عشر مرات وفي 2019 تحت الضصت خرجوا تديروا إضرابات وعلا احتجاجات وطن وتحت الضصت كل شيء حينوا من وضعية إدارية يعني هؤلاء الأفواج تحتسبون أنهم ضحايا النظامين في حين ما ازلوا ضحايا النظامين وضحايا النظامين من أعينوا من أعينوا 과ضًا ما عندو أعطيهم ثلاثة سنوات ثلاث سنوات اعتبارية أساساً من ضحايا النظامين ستورى الضفة الثانية وفي 2014 تحتسبوا بأنه رأى تورى من أصحاب التاسع يلخمسة وتسعين و أعطوه ثاني مادة 111 المكررسة مرات القوالب وتحت الضف وتحت الضس وتحت واحد من سيخ الخبار وإحنا لضحايا الأصليين ضحايا المادة 112 ضحايا الزنزانة التاسعة لتقاعدة 2003-2004-2005 وتقاعدة السلة بتاسعة ومقيدين لأزيد من الثلاث سنة وتقبال من تحذفهم الأسلاك يدعون هناك قوط من قاعدة التاسعة يلوحون لا نستخدم المادة 112 مكررة تسعة مرات تقول لك اودي هذه الخاصة غير باللي تخرج بالتاسعة اللي عنده 6 سنين بالتاسعة وده وزون ومخرج بالتاسعة ثم تخرجته بالتامن وده وزور بعلاو 6 سنين حسين من الثلاث بلا كوطة بلا هم من تجيل مادة 115 مكررة 8 مرات خاصة بهذه البحايا اللي فالسيفية تقول لك السي خاصة تكون متقاعدة بالعاشر ليس بالتاسعة وخلونا بحل الراس المقتوع بحل المرأ المرهونة وفيدها سابونة وحسين من الثلاثة ودخلوا لتسعين ودخلوا لتسعين ودخلوا لتسعين وثلاثة و تسعين ولم يمستخدمين من المادة 115 مكررة 8 مرات وعطوهم ثلاثة سنين ثلاثة سنين مادة مية 15 مكررة 8 مرات ومستهبدين من مادة مية 15 مكررة 6 مرات هذا الشيء للميلي بديه المطوى ولم يقوم بإذراه عليه راكيلي يدركها دازل ودازل 11 إذن من هنا بالنسبة لهذا الدخلوق الدرجة الممتازة هذه لا تعنيهم إذن من هنا زهد وزهد هذه ربعات الهيئات هيئة أسادي التعليم وإمتدائي وأسادي الإعداد فيما كان الأساديد يدخل معهم الملحقين الإداريين الملحقين الملحقين الدعم ملحقين إلى آخرين ما هي القوى التي تجعله؟ يجعلون مراجعات منظومة التعويضات زادوهم غاهما زادوهم في تعويضات تكميلية وتستثنوا هيئة التدريس ومن يكونوا هيئة التدريس تستافد يدخلوا معهم تقنيين ويدخلوا معهم من يتبغوا تعويضات يزيدوا التعويضات التقنيين والملحقين إلى آخرين تستثنوا تعليق الناس الناس الذين تنفدوا جميع الباران هم كل شيء يعمل مع هذا الأستاذ يوصل إلى هذا التلميذ لأن كل شيء يدور على التلميذ كيف يوصل كل شيء هو الأستاذ يتم استثناءه من التعويضات التكميلية وقالي الآن اللي كما قلت استفدوا كمتصرفين تغيير إطار من 2016 أطار رجعي ويستفدوا ثاني من تخفيض ضريبي ويستفدوا من تعويض التكميل على تعطير تعويض تكميلي ويستفدوا مع هذا المنهاء اللي ستكون تحفيزية ديات 500 مؤسسة وراح أقول لهم ما يوقع أقول لهم ما يوقع أقول لهم ما يوقع وهي التدريس هاي الاشتراع لاف هو أحد اللي غد يديره شوف شكون وهي دورها فين فيما در تتلقى يديهم تماما وفيما در تتلقى كي اللي لغا اللخر فيهم غيستافر جوش مرة ومن تكون ترقيج يدخلهم هذا إذن هنا بالنسبة للأسد التأهيلي اللي غد يدوزوا درجة ممتازة هذا محداتة لهم محداتة في القانون الماليدي 2023 مناصب الماليدي لهم للترقييدين هم محداتة وغيستافدوا من 36% لأن الترقيية واحدة التي تكون سيقة واحدة للترقييدين بالغطية إذن 36% ما لديهم ترقيية الكافة على المالية من 11% الخير يسل التناوي اللي عنده ايطار الثاني والتأهيلي 36% وما يدخل معه تقول واحد نهائيا أما هذه الهيئات الأربعة اللي يدوزون الدرجة الممتازة هذا يالله غادي حتولهم درجة اعتماد مالي بمرصوم إضافة أي ولادها هذو كاملين غايت جمعوا 36% غايت ياخدوا منهم سبعين ألف هتضربها في 36% هتعطيك خمسة وعشرين ألف ومئتين هذو غايت يدوزون بهدوم وينجمعوا كاملين أما التناوي ويبعدهم مستقلين ما عندهم طعا علاقة بهذه أستاذ تني وتأهيلي وفي النظام الآسدي هذه رجال لك مكاسب نحافظ على المكاسب هذيكرة 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 كان حقه كانت تترقى مرة واحدة تتعينوا بالعاشرة عندهم الأحضاعش عندهم أوري الشرغج ويجمعوا نداز ومشيب حل كانت تديروا تقربن تقربن أمو درير هبط الريدو السابع الثامن الثامن الهامن كل المرقي ثلاثة المرات وزادوه الرابعة وزادوه درجة ممتازة ثلاثة المرات المرقي نديروه نقام الثامن 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 درجة ممتازة ربع عشر مرات في الأمك اشتها في الأمك اشتها درجة ممتازة تتعطل المرقة ثلاثة المرات وتزيد الرابعة في هناية وأجيبها لي فعد وظيفة العمومية التي تستفدمها في حين احنا المرأة توظفنا بالتامن تقاعدنا بالتاسع أعديان يا الله تمامات ناسه جيت خرج عينك ودر تسنطيح حتى تسنطحوا معاكم ما كانش الله يمنع قل عليكم ضحاية الزنزان التاسع ضحاية المدى مدى 12 اللي تقاعد من فيه لهم الأولوياء والأصفاقية وكل منطقة دي بالسلم التاسع لهم الأولوياء والأصفاقية في الإنصار والأيام بيننا إذن هذه المسألة لا تناقش قال لك السديرة هرفوا دازل الدرجة الممتازة وبغي تاني هرفوا ثاني قال لك صحاب التنوي لا تتحلم هذه كرة المناصب المالية ديالهم وحدة في القانون ديال 2023 جيهم بغي تهرفوا عليهم ثانيهم بغي تهرفوا عليهم التنويهم ممساك اللي مدوا التحاجة من هذه التوزة مدواها من هذه غزة مدوا من هذا التيف إذن هذه المسألة منتهية نجل الواحد داكش حال عشرين تنذيرها دكتانين الواحد الحاب العاشر الحاب العاشر كنا الفرشق دحاية الزنزانة العاشرة خريج السلم التاسع هاد الميلف هاد الميلف لا يعني الأفواج لتو تساعي ربعة وتسعين تتو تساعي ربعة وتسعين المنقش يعنيكم الميلف زنزانة العاشرة خريج السلم التاسع لأنكم استافدتم من المادة ميو 15 مكررة ثمان مرات وعود استافدتم من المادة ميو 15 مكررة ثمان مرات في تجاوز سافر للقانون ونستفدوش لا تتحيييش الوضعية دينا إذا نحن اللولين قد نتحييي الوضعية دينا لتقاعدنا بالسلم بتاسع أما نحن نراد لوائق دينا خارجة وخارجة عادياني الله من الجيد جيد دوز واحد لا تربطوا رابطة وظيفية مع الإدارة غير مستوفية للشروط النظامية غير مقيد في جزاوط طرقعي الهريف تتعرفون وباقي لحد الآن بغين يهرفون شكو اللي باقي تانير هذا الملف دينا خارجة السلم التاسع التي يسمونه ضحايا زنزان العاشر هذو رأى محصورين لا تدخلوا معهم شيء أخرى رأى هم دينا 95 أفواج دينا 95 حتى 2005 ميتزالش يمشي فيه وشخور نيائيا هذا السلم العاشر خارجة السلم التاسع هذو اللي محاصرين الآن هذو اللي محاصرين الآن اللي هرفعوا عليهم هذو ودازو اللي داك لأنك الاعتماد على شما نوضلها اصداع الشرط وعلى الوزيعة اللي محاصرين الآن هذو اللي محاصرين الآن هذو اللي محاصرين الآن قص المال وقص الدقيقة لا يوجد هذو اللي محاصرين الآن هذو اللي محاصرين الآن وانترى موتطاعة إذا تزيد خلفها مشاهدت لك أولد عمي 96 96 96 شهر لا مويا هذو اللي محاصرين الآن هذو اللي محاصرين الآن هذو اللي محاصرين الآن نقول لكم دواعدنا ما هي مشكلة إذن سلام العاشر بحاية زنزان العاشر خريجي السلام التاسع هم الأفواج فقط لا غير من من خمسة 1995 إلى 2005 أما خريجي السلام التاسع من 2000 وستهل 2012 يذكروا ما عندهم تعالقة ما عندهم تعالقة بهم نهائيا هذوك حاملة الإجازة خريجي السلام التاسع لكلون احنا في حقنا دوزوهم بنا هنا ما عندهم تعالقة بينا هذو من من يجل وفا رحمة الله عليه وقال لنا طرقية دي لكم دوها لكم أصحاب الإجازة خريجي السلام التاسع من 2006 إلى 2012 ما عندهم تعالقة بطحاية زنزان التاسعة خريجي السلام التاسع للآن بغي يحلوا ليحوا المشكلة ما عندهم تعالقة ثم ما عندكم الإجازة تخرجتوا بالإيجازة وتعينتوا بالتاسع واستافدتوا من سنتين اعتباريتين ولاش باقي انتوا تقلبوا ودوزوكم ولاش تقلبوا احنا تقعدنا بالتاسع احنا اللي كنا ضحاية الزنزانة التاسعة ضحاية المادة المية و 12 تقعد من 2300 و 2400 و 2500 وفلوسنا احنا دوزوا بها اصحاب الإيجازة المصنفين في التاسع لما عندهم طعا علاقة بضحاية الزنزانة وفلوسنا احنا دوزواهم العاشر الان جيين باقي نقال لك يرفو تاني على ضحاية الزنزانة التاسعة خير ريج السلام التاسع اللي هم من 95% لالفين و 25% ووقعين تاهم و يقال لك يدخلو هنا قانور يدخلك تموظف بالإيجازة خلصيك بمشي مع أصحاب الإيجازة لموظف بالباكالوريا يخلصي بمشي مع أصحاب الباكالوريا ما عندهم بتاعها علاقة وخا مخرج بالتاسع على اساس الإيجازة الإيجازة واخديت السنوات اعتبارية النهاري يعطوكم سنوات اعتبارية علش ما يعطوهاش للاخرين علش ما يعطووهاش لهم يقوم خرجين بالتاسع الفواج من 95% من 2005 علش ما يعطوونش وعلش الفوجين لاتة وتسعة 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 وتعطوهم سنوات اعتبارية هذا الظلمان على طلال الله وعلى الليل المتحشم وجئين مخرجين صناعة الحمد بقى قد نوضح لكم هذا اللي باغيني هارفو اصحاد ايجازة هارفو علينا السلم التاسع ودازول العاشر بفلوسنا ودركا قال لك باغيني دخوله تاني قال لك ما غحي الزنزانة التاسعة خريج السلم التاسع غحي الزنزانة التاسعة خريج السلم التاسع هم الافواج من 95 الى الفين وخمسة فقط لا غير نقطة ورجع الستر وما زال قد نفرق على الرماني هذه الهم لك هل الله تبارك الله عليكم لا تنسوا الاسبار تجونا النطاقين واسع تاتع وما لا تكتر من الجيم احجاب اللايكات والدور مية وعشرين كين باقي شحويش اخرين ذلك كانوا الزربانين ورغم ذلك قاسمنا معكم ما تيسارة أعطيناكم واحد ساعتين من الوقت دينا وما زال قد نشي تانين خصنين ديفيزي دكشين شارجين ديفيزي اللي بوكل على الله ومن يوكل على الله فهو حسبوه ونحن دائما معمرنا قد نخونوا الأمانة دائما أوفياء للإخوان والأخوات خصا المستضعفين المغبونين الذين تقعوا هذه المعاشة هشة هزيلة التاسع وما دون الفين وخمسمية الدرام وما دون الأرملة الف ميتين وخمسمية الدرام وما دون الذين أعياهم وأضناهم المرض والأمراض المستعطية وتكالب عليهم الظهر وتكالب عليهم المتكالبون الأزلام الذين لا يفهقون شيئا الذين يجمعون أرلالبعي والجمعي والدول سيادهم نحن لكم بالمرصاد مجيين رائع إليكم وتهيا نضاليا موسيقى موسيقى